مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وكل يوم اليوم من وجهة نظري هو انتصار لدولة تلاتين ستة عدو الأمس هو صديق اليوم الرئيس رجب طيب أردغان في القاهرة في دولة تلاتين ستة من وجهة نظري هذا الانتصار كان سببه الصبر والحكمة اللي تميزت به القيادة السياسية في هذا الملف بالتحديد كان هناك في بداية الأمر عداء شديد كان هناك تبني لتنظيم الإخوان المسلمين وفكرته وأفكاره واحتضان كامل لكل الأبواق التي تتبنى خطاب جماعة الإخوان الإرهابية كان كل ذلك يحدث في أنقرة وكانت هناك خطابات عدائية كبيرة ومتعددة على لسان رئيس أردغان نفسه فسبحان مغير الأحوال اليوم في القاهرة الرئيس أردغان يقول نتطلع إلى تنمية العلاقات المصرية التركية ده انتصار سياسي ده انتصار سياسي يأتي بعد صبر وحكمة يأتي بطريقة هدوء متأنية صابرة تستحمل الصغائر تستحمل العديد من الأمور التي من الصعب تحملها في مقابل أن يحق الحق وتبدأ الدول في تفاهم كل المواقف التي قام بها الشعب المصري وقامت بها جمهورية مصر العربية في 36 أتذكر اليوم المستشارة الألمانية أنجلا ميركل كان في يوم من الأيام الرئيس السيسي في ديفز وكان رئيس السيسي في أول زيارة الأمم المتحدة لم يكن هناك عدد كبير من القاضة يريد السلام على دولة 36 أنا بقول لحضراتكم واقع أنا عشت بنفسي أنا كنت موجود في ديفز وكنت موجود في أول زيارة رئيس السيسي في الأمم المتحدة كان في الوقت ده الرئيس أردوغان يتبنى خطابا هجوميا تماما على شخص الرئيس السيسي وعلى دولة 36 وعلى ثورة 36 ويتبنى تماما فكر جماعة الإخوان المسلمين كان من الممكن تأجيج الموقف من قبل الرئيس السيسي ومن قبل دولة 36 إنه نواجه الألفاظ بألفاظ الخطابات العدائية بخطابات عدائية السياسات العدائية بسياسات عدائية ما عملناش كده ده أمر كان فيه حكمة وصبر وده زكاء الدول مش الزكاء إن أنت تدخل فيه محاربة دول أو إنك تدخل فيه عداء دائم لا يتغير مع أحد حتى وإن أخطأ في حققة أحد لا الحكمة والزكاء إنك تمتص وتعالج إلى أن تصل إلى هذا المشهد ترجمة نانسي قنقر